السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما اللهم امين كان عندي فازة قديمة هي عبارة عن جبس زي ما انتم شايفين كان حالتها بايزة قوي وهي ملهاش علاقة بالركن لان ممكن انا حطاها في اي مكان بس انا حبيت ان انا ازينها بنفس تزين الفازة اللي هناك دي صراحة هي كانت مركونة عندي فلما لقيت الفازة دي شكلها حلو وانا عملتها من لاشيء من حاجة برضو كانت مكسورة ومنبهدلة وجددت شكلها وفاض عندي دهانات هي زي ما احنا شايفين كده وطبعا عندي دهان برضو من الاخضر لسه موجود فطبعا الدهان اللي هو بالذات اللي اتحط على الطبق ده ان ما كنتش هستخدمه فهينشف مني لكن الاخضر ده انا ممكن اغطيه ده لو انا غطيته ما فيش مشكلة انما ده هو ده اللي هيبوز فانا لما لقيت الفازة دي قدامي قلت اجددها هي كمان اساسا الدهان اللي معايا انا مخسرش حاجة والحاجة اللي فاضت عندي استغلها لأكبر قدر ممكن تعودنا مع بعض على نوع الدهان اللي احنا بنستخدمه انا بستخدمش بلاستيك اطلاقا انا بستخدم في كل حاجة بعملها اللكيه سواء اللكيه الغالي او اللكيه الرخيص الرخيص لو انت عايزة طبقة سميكة وكويسة وبطانة حلوة لللكيه العادي او اللكيه الغالي اقصد يبقى انت هتحط طبقة لكيه اللي هو ده اللي هو بخمسة وعشرين جنيه اسمه جي ال سي بتحطي وبتطهيني لو عايزة تطهيني طبقتين بتحطي في الاول وبعد كده بتحطي الغالي اللي هو اسمه سينتال اللي هو ده كده طيب بعد كده علشان بس نجاوب باختصار على كل الاسئلة اللي بتجيني بخصوص الدهانات بالذات لو انت عايزة فقا الطبقة ما تكونش فيها درجة لمعان زي دي كده فانت هتستخدمي اللي هو الرخيص ابو خمسة وعشرين جنيه لو انت عايزة عايزة شغلك يكون بالدرجة المطفية زي الفانوس ده كده ده دي الدرجة المطفية بتهيالي الفرق واضح ما بين الدرجتين عايزة تعملي شغلك بالدرجة المطفية ما فيش مشكلة خالص زي الفانوس كده عايزة تعمليه بالدرجة اللمعة انت ورحتك طيب مدام احنا بقى استخدمنا اللاكيه المطفي والده انا كفاءة كويسة جانا بها وجبنا العلبة اللي هي بخمسة وعشرين جنيه ما فيش مشكلة خالص حبينا نستخدم اللي عليه طبقة آآ لمعة برضو بقى ما فيش مشكلة خالص المهم ان انت سواء استخدمت ده او ده الفرش بتاعتك لازم تكون اولا نظيفة ولازم تكون دقيقة بحيث ان هي تديك طاشطيب او فنش كويس للشغل اللي انت بتعمليه ده اهم المصايح اللي عندي في موضوع الدهانات آآ زائد كمان هجاوب على سؤال اتقرر كتير جدا في التعليقات على اللاصق اللي انا لزقت به الحاجات دي اللي هو الطبق آآ بتاع الكيك او لزقت به الطبق بتاع اليميش او اي لزقة انا بستخدمه آآ غير مسدس الشمع هو اسمه اي بوكسي اي بوكسي ده هتقدر تجيبه يا اما من محلات لوازم السباكة يا اما من محلات لوازم الابواب والكوالين آآ يا اما من محلات ده الحدايد والبيات قدامك ثلاث خيارات تقدر تدور عليهم في الثلاث اماكن دول سعره عشرة جنيه مش اكتر من كده انا بجيبه بعشرة جنيه آآ على حسب المكان اللي انت فيه انا معرفش بس انا اللي انا بشتري به هو السعر ده آآ اللزق ده زي لزق الحديد بالزبط بتاع السيارات بلزق اي حاجة او اي معادن مختلفة في بعضها واي ازاز على بلاستيك يستحيل يستحيل مليون في المية بعد ما اتلزق يتفك فعلشان كده انا ببقى عاملاه في الحاجات اللي زي الإزاز دي كده بسقة بسم الله انا دلوقتي زي ما قلت لكم ان انا لونت الجزء ده في الفوزة انا هسيب بس الفروحية باللون الاخضر والحوالي ده كله هعمله باللون الابيض آآ نبدأ في الشغل على طول طبعا حالة الفوزة كان كانت برضو كان عدم كانتش حلوة فحبيت ان انا استغلت دهين زي ما قلت لكم في اول الفيديو وايه واشتغل على طول انا دلوقتي على فكرة بشتغل بالدهن المطفي علشان اوريكم تجربة عملية ان الدهن ده بينفع برضو في الشغل ما فيش اي مشكلة خالص عشان برضو جاني سؤال في التعليقات ان كان الدهن ده بلاستيك او لكيه لا هو لكيه انا ما بستخدمش البلاستيك اطلاقا هو ما بيجبنيش في الشغل مش عشان حاجة فيه ناس بتفضل البلاستيك وفيه ناس ما بتفضلوش انا من نوع لما بيفضلش البلاستيك في الشغل ليه؟ لان هو بيدي ملمس خشن للحاجة وفي نفس الوقت مع التجعيد غصبا عنك وانت بتشتغلي الفرشة بتعمل التجعيد التجعيد دي بتبان جدا في البلاستيك على عكس اللكيه فكل شغلي باللكيه سواء الرخيص او الغالي انا دلوقتي بشتغل بالرخيص اللي هو لان الغالي خلص معي فبالتالي انا ممكن استغلي ده وممكن استغلي ده ما فيش مشكلة عنده خالص ولما يكون الفوضة فيها مطفي على لامع هتبقى شكلها حلو مش هتبقى واشغل حاجة احنا زي ما نتعودين في القناة الحاجة اللي في متناول ايديك اعمليها ما تكلفيش كتير والحاجة اللي بايزة عندك صلاحيها والحاجة اللي انت عارفة ان هي تعملها قاعدة تدوير وما تترميش برضو استغليها واستغليها لاستغلال الامسل لها حوليها قطع دكورية حوليها حاجات تقدر تستفدي منها في بيتك انت ورحتك حاجة زي الفوضة دي كده برضو محدش هيتخيل ان دي الفوضة الجبسة اللي كانت بتبع في الموضلات القديمة مش حاجة مطورة ولا حاجة جديدة ولا حاجة زي ما قلت لك الفرش النعمة اللي زي دي كده بتدي كفاءة حلوة جدا في الدهان اهو باشتغل بمنتاز سهولة والبساطة والشغل الحمد لله بيطلع معايا مظبوط والفنش بتاعه مظبوط علشان ايدي دقيقة شوية في الحاجة اللي انا بعملها وفي نفس الوقت انا بحب الشغل ده فلازم الحاجة تطلع معايا بكفاءة مظبوط فالحمد لله دي نعمة وربنا سبحانه وتعالى يجعلني عند حسن نظام لكم دايما واتبسط جدا من التعلاقات اللي بيجيني على ان الشغل بيعجبكم وربنا يدومكم في حياتي نعمة ان شاء الله الشغل ده كله انا قلت قبل كده ان انا بعمله استعدادا لرمضان قلت قبل كده فيديوهات كتير ان انا بالنسبة لي رمضان هو العيد ان شاء الله بعد ما خلص السلسلة دي زي ما تعودنا في القناة هعمل بيها في فيديو مختصر وهنزل بسلسلة جديدة ان شاء الله في بداية رمضان وياريد تكتبولي في التعليقات ان كان يناسبكم ان انا كده كده ممكن اعمل طبخ عادي في القناة او اي وصفات انتو تحبوها ما فيش مشكلة عندي اطلاقا بس فيه ناس بتحب شغل الدكور معايا او بتحب قاعد التدوير معايا فانا باخد رأيهم ان كان يعني ان كنت انتو عايزين في خلال الفترة اللي جاة دي اعمل وصفات بسيطة لاستقبال شهر رمضان مثلا بالنسبة للأكلات او المشروبات اكتبولي في التعليقات حابين شغل قاعد التدوير بس ونلتزم به للاخر برضو اكتبولي وعرفوني قراءك في التعليقات خلاص انا كده عملت اللون الابيض اهو انتهيقلي بمطال بساطة انا بتكلم معاكم وبشتغل فحسيب الجزء ده كده ينشف وهعمل الجزء اللي ورا كله باللون الابيض كله وانت بتشتغلي الفرشة تكون نضيفة معاك بالشكل ده كده بحيس ان هي ما تسيلش معاك الدهان لو لقتيه خفيف سيبهه في الهوى شوية يعني الدهان لو هو معاك خفيف جدا والنوع اللي انت جبتيه لقتيه خفيف سيبه في الهوى شوية الهوى بيطير يعني ايه التنر اللي فيه شوية او المادة اللي بتخففه شوية فبيتقل معاك لو لقتيه تقيل جدا مسميك ضفي على النفط الفرش دي برضو بتتنظف بالنفط عادي بتحطها بعد ما بتخلص في النفط علشان تعيش معاك اطول فترة ممكنة وتكون مضيفة تملي معاك أنا لما بجدهن بعمل إزاي اتجاهي في الأول بيكون واحد لو لقتي بينقط معاك تلحق النقط يعني لو لقتي بيجري معاك كده بينقط معاك علشان التعليمة بتاعة النقط دي ما تبانش معاك تلحقيها يعني فهم قصدي تلحقيها إزاي نقطة نقطة سويها كده بتطلع والنازل كده على أساس إن هي ما تعلمش في جسم الحاجة اللي أنت بتعمليها بالنقط بس وحرص إن الفرشة ما تكونش مليانة زيادة عن اللازم ولا تكون ناشفة زيادة عن اللازم ده الجنب الثاني أهو أنا أعملت الجنب اللي وراء لساعد عليه طبقة تانية بس زي ما تعودنا من ضمن النصائح الدهان علشان يجب معاك نتيجة كويسة مدام اديت طبقة استنى عليها لغاية ما تنشف وبعد كده عملي إبقاء دهني الطبقة التانية ليه؟ علشان الجسم هيمتصها وهيبين لك الحتة اللي هي تحط فيها دهان واللي ما تحطش ده رقم واحد تاني حاجة عشان الدهان ده يديك طبقة مسكة ويكون كسفتها مزبوطة معاك والفينيش معاها مزبوط لازم تدي طبقة وتديها فرصة هي تنشف وبعدين على فكرة النوع اللاكي اللي هو المطفي اللي أنا بستخدمه ده بينشف سهولة عن اللاكي اللي همع يعني مجرد ما أخلص ده هتلاقي الجزء التاني شرب الدهان ويبقى باين معاك كويس أنا زينت الحاجات دي كلها بنفس الدهان اللي أنا كنت جايباه يوم ركن الشاي التركي وعملت ودهانت به البوكسات التركي برضو ودهانت به كل الحاجات اللي أنت شفتيها معايا في القناة من أول ما استخدمت الدهانات لغاية دلوقتي لسه معايا الطبقة اللي هي 25 جنيه موجود فيها كمية معايا بس اللاكيه اللامع خلص هو بصراحة عمل لي حاجات كتير جدا الكيلو ده عمل لي شغل كتير قويا دهان ده غير أن أنا كمان خلصت دهان وتزيين الركن اللي أنا عملها بتاع رمضان مش على قد ركن الشاي بس وكده ده كان الشكل النهائي للفازة معانا أها زينت الفراع باللون البستاج والوردة بس أو الوردة اللي فيها باللون البنبة وخليت الفازة كلها بالأبيض من فوق ونص بالبنبة من تحت أها وعندي هنا برضو من الجناب ده الشكل النهائي بتاعها أهو ده الشكل النهائي بتاعها من الجنب أتمنى الفيديو هنا لإعجابكم ما تنسونيش من صالح دعاكم أستودعكم الله لازل أتضاع ودقعه والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى